كما الكردي مننا عمان دام يعني الإجراء المتبع الآن وفق هذه الجائحة هو استئناف الرحلات لإعادة العالقين ومن تقطعت بهم السبل هل كانت تطلعين على تفاصيل حول هذا الإجراء بالفعل الأردن بدأ منذ ثلاثة أسابيع برحلة عودة الأردنيين الطلبة سواء كانوا ومن تقطعت بهم السبل من خلال منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الخارجية الأردنية تم التسجيل من خلالها وبالتالي بدأت إعادة الأردنيين الرحلات بدأت في المرحلة الأولى المرحلة الثانية أيضا انتهت ومن بعدها تم إخلاء جميع المحجور عليهم في فنادق عمان وفنادق البحر الميت الآن تبدأ المرحلة الثالثة يوم السادس من يونيو بحوالي 15 ألفا سجلوا على المنصة 15 ألفا من الذين سيعودون من خلال الجو وهناك 6 ألاف برا وبحرا سيعودون إلى الأردن سيتم الحجر عليهم تم تخفيض مدة الحجر من 17 يوما إلى 14 يوما وبعدها سيتم توقيعهم على تعهدات بحجر منزلي لمدة أسبوعين آخرين للتأكد من خلوهم من الإصابة هناك الكثير من من حضروا حوالي 35 اكتشفت إصابتهم بفيروس كورونا قدموا من مناطق مصابة أو مناطق موبوءة أيضا ومن دول تفش فيها الفيروس لذلك هذا تحدي كبير للحكومة الأردنية في الحجر عليهم في التأكد من عدم إصابتهم وبالتالي عدم مخالطتهم هذا شيء مهم جدا وهذا تحدي كبير أمام الحكومة في التأكد من عدم مخالطتهم أيضا هناك تطبيق تم إطلاقه للتأكد من عدم خروجهم من المنازل وعدم كسر الحجر المنزلي كما أن الحكومة الأردنية أيضا لمزيد من التأكيد تم إطلاق تطبيق أمان هذا التطبيق الذي ينبه كل من يستخدمه إذا كان خالط مصاب من جهة ثانية تمت تعقيم المطار ومراحل تعقيم الفنادق التي سيتم استقبال الأردنيين فيها من خلال المرحلة الثالثة إذن من عمان داما الكردي ومن دبي ترجمة نانسي قنقر